بعد رحلة من المعاناة كانت رفعة الشأن والتمكين لصاحب القلب الطيب يوسف عليه السلام هيلين كيلر وهي صغيرة أصيبت بمرض خلاها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ووفقت لمعلمة اسمها آن سوليفان ترعاها بمنتهى التفاني والعطاء حتى صارت أديبة ومحاضرة وهي بتقول بعد التجربة دي لو لا الطيبون لكانت الحياة قاسية لا تطاق ولكن هناك تمن قد يدفعه بعض الطيبين إنهم يعرضوا للاستغلال أو استباحة الحدود والحقوق ساعتها بتفتح عليهم أبواب فتنة الكفران بطيبة القلب لا يشعروا بجدوى السماحة والحنية والعطاء ويكون قدامهم اختيارين إما يبعدوا عن المجتمع اللي بيتألموا لما يتعاملوا معاه بطيبة القلب أو ينقلبوا لإنسان هجومي شرس بيحمي حدوده بشيء من العنف ولعل الوسط هو الحل ما بين السذاجة والشراسة هناك طيبة للقلب يحرسها بعض الحزم اشتركوا في القناة